هل الألبان التي انتهى تاريخ صلاحيتها صالحة للشرب وهل صحيح بأنها تحتوي على عناصر مفيدة مقارنة بغير المنتهية الصلاحية قبل تعفن الألبان تتحول بعض عناصرها لمركبات مفيدة ومن ضمن المواد المفيدة التي تتكون قبل التعفن البيكوزايم ومادة البيكوزايم معالجة لعسر الهضم ومفيدة للجهاز الهضمي السفلي وهذه المرحلة مرحلة التحول مرحلة آمنة للمستهلك بمعنى يمر الحليب بمراحله الأولى قبل تاريخ الانتهاء ومن ثم في مرحلة بعدها تتكون المواد المفيدة ومن أهمها البيكوزايم كما ذكرنا ومن ثم في مرحلة ثالثة يتعفن الحليب ويصبح غير صالح للشرب بأي شكل من الأشكال وعليه لا يوجد ضرر عند شرب الحليب المتحمض غير المتعفن أي في مرحلته الثانية وهي نقطة غاية في الأهمية ويتعمد البعض إدخال الحليب في مرحلة التحمض لاستخدامه في وجبات تتطلب حليبا حامضا رائبا ذا رائحة خاصة يفضلها البعض وبعد هذه المرحلة وهذا هو سبب دخول الحليب مرحلته الثالثة تبدأ عادة بعض المايكروبات الممرضة المتسللة للعبوة بالنمو مسببة التعفن خصوصا وليس حصرا حينما تكون العبوة مفتوحة وعليه يأتي السؤال المتعلق بشرب الحليب بعد انتهاء صلاحيته وقبل أن أجيب أذكر على الهامش بأن ما تقدم يشمل بشكل الرئيس الحليب الكامل وليس الباودر المنزوع عناصره ولا الذي تم التلاعب فيه صناعيا وتلاعب بمحتواه المفيد وتم بيعه على أنه حليب طازج إن تجاوز منتجات الألبان المعلبة لتاريخ الانتهاء وهي مبردة ومغلقة سيعني أنها ستنتقل مبدئيا ولكن ليس بشكل دائم فلاحظ ستنتقل لمرحلة التحمض الآمن ولكنه سيعني أيضا بأن عوام الناس لن يتمكنوا من تحديد النقطة الزمنية التي قد يبدأ فيها التعفن غير الآمن وأعني النقطة التي تبدأ فيها الجراثيم الضارة بالنمو في المنتج اللبني خصوصا بعد الفتح ومن هنا فإن شرب منتجات الألبان منتهية الصلاحية دون قيود أمر يحتاج لتنبه ولا ننسى أنه حينها في حال حصل ضرر صحي على الفرد المستهلك لها فإن هذا سيعفي الشركة من المقاضات القانونية أعني الشركة المنتجة للألبان ولا تنسوا بأن حتى الشركات هذه الشركات المنتجة للألبان والحليب لا تستطيع تسويق منتجات تم تعليبها بعد أن تحمضت وتكتلت تتسم بخلوها من الضرر أعني تسويقها للراغبين فيها لأن هذه المرحلة حساسة ومتفاوتة في مدتها وهو ما يعني عدم ضمان تاريخ صلاحيتها بعد ذلك الذي يضمن لها عدم انتقالها للمرحلة الممرضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر